موسيقى من التبرع جديد لسه بنماهد لي نشوف الأماكن التبرع بالبلازمة وده الاحتياج مصر الشديد للنوع ده من المنتجات أو مشتقات الدم احنا جينا علشان نشوف الأماكن اللي ممكن تبع عندنا بالمعايير العلمية ممكن نعمل فيها مراكز تجميع لأن طبعا احنا عارفين ان الاحتياج الشديد وقد كده البرودكت ده المنتج ده مية في المية استيراد من بره فاحنا محتاجين ان احنا يبقى مننا احسن ويبقى عندنا المتبرعين ده وده يبقى احسن للمواطنة لمصر جايزيت الاماكن التنظر المراكز الان قدام الموجودة في مصر المراكز عندنا كويسة جدا لأنها كانت دخلة في مشروع سويسري برعاية البنك الدولي من سنة 2006 تقريبا فكل الناس اولا متدربة على اعلى مستوى وما زال البنك الدولي والمشروع السويسري شغالين معنا الناس خدت الاعتماد المركز الرئيسي في العجوزة خد الاعتماد من الامريكان اسوسييشن وده اكبر اعتماد في العالم خدوه مرتين وما زال ساري الاعتماد الناس متدربة والاماكن معتمدة احسن حاجة في المنظومة هنا هي القوة البشرية اللي فيها اللي هي متعلمة على اعلى مستوى تعديم الحديق من اسوى تعديها في عندما وازاي يتم السيطرة حديها يعني فترة اكبر لا ده خطة لسه احنا بنعملها بس منشوف ما ده جهزية الاماكن عندنا وكم مكان عندنا جهز ممكن نبدأ ده زي الخطة دي ممكن تكون تخدم المواطنين ده في الاخر ده المنتج ده لصالح المواطنين مشتقات الدم زي الالبومين وفاكتور ايد وعوامل التجلد كلها والانتي ار ايتش وكل ده ده مشتقات بلازمة في الاخر احنا بمية في المية من المشتقات دي بنجيبها من بره ليه ما نبدأش نشوف مدى امكانية ان احنا نشتغل وان احنا تبى منتج دخل ده حاجة نوع من الصناعات تقيل جدا 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 مش اي حد بينجح فيه مش اي دولة بتنجح فيه لكن فرصة ان الصحة والتعليم يعني فيه مسامدة سياسية كبيرة لهم وان ده هدف كبير فاحنا بالدعم السياسي ده قلنا نبدأ حاجة زي كده احنا لسه في مرحلة التقييم لكن احنا بسرعة ان شاء الله هنفش في مراحل التنفيذ معلل وزيرة تطوير مراكز دم في المحافظة ايه اخر التطورات ده لا التطوير ماشي بالخطة الزمنية وفيه مراكز كبيرة دلوقتي اتعملت وبقى عندنا مراكز قومية في كل المحافظات ومربوطة بشبكة انترنت فاحنا حتى بنحرك الكاس الدم حسب احتياج المحافظات بين المحافظات وبعضها يعني لو فيه لقدر لها حدثة كبيرة في البحر الاحمر بقدر اضخ من اقرب مكان الناس كلها بقت شايفة بعضيها منظومة متكاملة من المنظومات اللي انا شايفة انها حاجة ايجابية جدا في وزارة الصحة بدأنا من حوالي اربع شهور ان احنا نربط المراكز جمع او مراكز التبرع ونقل الدم اللي في المستشفيات العامة والمركزية بالمركز الاقليمي علشان في الاخر هو مريض واحد فاحنا نحتاجين انه بفيه تكامل مراكز الاقليمية الوحدية وابنوك الدم اللي في المستشفيات الوحدية وده نظام وده نظام كلفنا الدكتورة نهاد انها تعمل تنصيق وتشرف هي الاشراف الكامل على كل ابنوك الدم في مصر شكرا نجا نعم اشتركوا في القناة